بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبي والمرسلين نبيين ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصفر الخامس ببتداء الأبطال من معاهد برامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية بدنية معي أنا الأستاذ ماجز الحميدان درسنا لهذا اليوم راح يكون التحكم في كرة القدم أثناء اللعب في الدرس رقم 6 يا أبطال قوانين التعلم عن بعد أكيد يجب عليك تجهيز كتبك وهدواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس الاستماع إلى الدرس معنى عن المعلمة والمعلمة بكل تركيز متابعة الدرس حتى انتهى الوقت المخصص حتى تحصل عفايدة كاملة يا أبطال فهد مارس النشاط الرياضي أكيد أنها راح ترفع مستوى رياقتك القلبية التنفسية تحسن صحة عقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من عدة أمراض كأمراض القلب والسمنة والسكري كفان الله وإياكم شرها وأكيد تجعلك قادر على مارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية رسالة إلى وليان الأمور أفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة بثل توجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا تكلمنا عن أهمية مارسة الرياضة ووقفين في مكان أكيد مهيئ لآداء الأنشطة الرياضية ومرتدين الزي الرياضي أول تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان شاهزيني أبطال ما بعد تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الثاني تمني سكوات نفتح قدمين بالتسعة كتفين أو وسعة قليلا على يدينا مقدمة الجسم لحظة التوازن تمني تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحطيكم العافية أبطال ننتقل التمرين الثالث للعضرة الخلفية للفخت من خلال مد القدم بالشكل هذا يا أبطال النزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثواني أبطال بشرط ألا تثنين ركبتين يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ايه تدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الرابع أبطال للعضرة الأمامية للفخت من خلال سحب القدم اليمين باليد اليوم والقدم اليسار باليد اليسرى نبدأ بالقدم اليمين مع بعض يا أبطال واليد اليسار تتكع على الجدار أو عجل سمثابت حتى لا تفقد التوازن جاهزيني أبطال مع بعض تمريين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يرطيكم العافية أبطال كذا نكون ننتهينا من أداة التمرين الرياضية تذكر دائما أن الرياضة ستنعكس على حياتك الصحية بشكل إيجابي لكن الأهم أنك تتبع السلوكيات الصحية في الحياة من خلال النوم المبكر والكافي وتجنب السهر تناول الغذاء الصحي المناسب والابتعاد عن الغذاء الضار أيضا شرب كميات كافية من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش والابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات الضارة بعد ذلك مارس أي نشاط الرياضي تفضله وبعد ذلك أكيد الاستمرار على هذا النشاط طوال أيام حياتك يا بطل حتى تنعم بحياة صحية وسعيدة دائما يا بطل دعونا نرى درسنا لهذا اليوم التحكم في كرة القدم أثناء اللعب ماذا تعرف عن كرة القدم أولا يا بطل كرة القدم لعبة جماعية تلعب بالقدمين بين فريقين عدد لاعبي كل فريق 11 لاعبا منهم حارس مرمى و10 لاعبين أي أبطال مجموع 11 لاعبا منهم حارس مرمى هو الوحيد الذي يمسك الكرة بالياد لازم نعرف أن القانون أكيد يطبق فقط في المباراة الرسمية في المدارس أكيد على عدد الطلاب ومساحة الملعب يقل عدد اللاعبين نستغني عن قانون التسلل نستغني عن بعض القوانين لكن في المباراة الرسمية يجب أن نلتزم بالقوانين حتى لا نقع بالأخطاء اللي يتكلفنا خسارة المنافسة وأكيد بعد ذلك نشوف الجانب المهاري ونحاول نرفع مستوانا في الجانب المهاري عندنا أشكال التحكم في الكرة يا أبطال أشكال التحكم في الكرة كثيرة جدا يا أبطال وعندنا عدة أنواع للتحكم في الكرة منها مهارات الاستلام ومنها مهارات المشي بالكرة والجري بالكرة أولا كتم الكرة بوجه القدم الخارجي وأخذناه في درس سابق كتم الكرة ببطء القدم وأخذناه في درس سابق واليوم إن شاء الله سنأخذ كتم الكرة بأسفل قدم أيضا عندنا إن شاء الله سنأخذ في الحصوص القادم الجري بالكرة بوجه القدم الأمامي والجري بالكرة بوجه القدم الخارجي والجري المتعرج بالكرة كتم الكرة بأسفل قدم هي عبارة عن مهارة يتم فيها استخدام الأرض مع قدم وفيما يلي شرح لأهم خطوات أداء المهارة بشكل صحيح أبطال أول خطوة أبطال تشير قدم الارتكاز لاتجاه الكرة ما المقصود بقدم الارتكاز يا أبطال؟ هي القدم اللي ما تستلم الكرة هي القدم الأخرى نشوف هنا القدم اليمين تستلم الكرة إذن قدم اليسار تشير للاتجاه الذي تأتي إليه الكرة وتواجه الكرة يا أبطال بالشكل هذا مثل ما احنا شايفين في الصورة ثاني رجل الارتكاز قليلا أيضا قدم الارتكاز نشوف فيه ثاني قليل في الركبة يا أبطال حيث تسحب مركز ثقل الجسم الجسم كامل يصبح على القدم أو قدم الارتكاز تحريك القدم المؤدي المهارة للخلف يا أبطال أو للخارج مع ثاني الركبة يا أبطال قليلا حتى أستطيع السيطرة على الكرة معنى ذلك يا أبطال الكرة ستجيني نبدأ من أول شيء المهارة من مسافة جدا قريبة يا أبطال أواجه زميني وحاول تمرين الكرة بشكل بسيط أو التمرين مثلا مع حائط ثابت مثل الجدار يا أبطال ومحاولة عند رجوع الكرة أن أستلمها بشكل صحيح بالوقوف بهذا الشكل يا أبطال ثاني قدم الارتكاز قليلا حتى يصبح ثقل الجسم على قدم الارتكاز أنا راح ألعب باليمين قدم الارتكاز هي اليسار والعكس إذا كنت لعب اليسار قدم الارتكاز هي اليمين ثاني الركبة قليلا قدم اللي تؤدي المهارة تشير للأمام يا أبطال وبعد ذلك رفع القدم المؤدي المهارة تصنع فراغا بينها وبين الأرض حتى تستلم الكرة بشكل صحيح مثل ما ذكرنا رفع القدم المؤدي المهارة اللي أعلى اللي تصنع فراغا بينها وبين الأرض بحجم الكرة تقريبا مع ثاني الجذع للأمام قليلا يا أبطال هنا نشوف ثاني الجذع للأمام قليلا نشوف الفراغ بين الكرة والأرض تقريبا مناسب لحجم الكرة يا أبطال بمجرد لمس القدم الكرة أثناء ارتدادها من الأرض ترفع القدم قليلا أعلى لامتصاص هذا الارتداد باختصار يا أبطال أداء المهارة يكون وفق حالتين إما كرات تكون على أرض الملعب يا أبطال أو كرات تأتي بشكل مثل تنطيط الكرة يا أبطال أو الكرات العالية ويحاول تثبيتها بأسفل القدم لما نطبق الخطوات الفنية مثل ما ذكرناها راح نوقف الكرة بشكل صحيح طيب ماذا لو لم تقف الكرة بشكل صحيح كيف راح يمكن تتسبب بقطع الكرة وتسجيل هدف في مرمى فريقك من الفريق المنافس لذلك تعلم الاستلام بشكل صحيح حتى تتقن أداء بقية المهارات يا بطن نشوف هنا نموذج شوف هنا أستاذ جعل مسافة جدا قريبة بين الطالبين حتى يتقلوا المهارة قدم الارتكاز تشير للأمام ثانيا ركبة قليلا من الجذع قليلا للأمام وبعد ذلك القدم اللي راح تأدي المهارة تصنع فراغا بينه وبين الأرض لاستلام الكرة بحجم الكرة تقريبا هنا المهارة جدا بسيطة قد تبدو لك مهارة جدا بسيطة بعد ذلك أكيد لازم نزيد الصعوبة بالانتقال إلى زيادة الصعوبة من خلال تنطيط الكرة حتى يتم السيطرة عليها ونشوف هنا التنطيط بشكل بطيء وجدا بسيط يا أبطال بعد ذلك أكيد حتى تزيد من الصعوبة لازم نبعد بالمسافات يا أبطال بين اللاعبين بعد ذلك إدخال لاعب يكون مدافع غير فعال مثل إدخال الأقماع اللي احنا شايفينها في الصورة هنا يا أبطال نشوف هنا الأقماع اللي شايفينها في الصورة هذه يا أبطال الأقماع اللي باللون البرتقالي نحاول استخدامها يا أبطال حتى تصنع وكأنها لاعب منافس بعد ذلك إدخال لاعب زمين منافس إيجابي يحاول قطع الكرة وأنا أحاول استلام الكرة بشكل صحيح وبعد ذلك أيدخالها باللعب حتى أتقن آداء المهارة نخطأ الشيء عدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة دائما نوصي بمراعاة عوامل الأمن والسلامة وعدم آداء المهارة داخل منزل عدم التدرج في آداء المهارة راح يجعلك تؤدي المهارة بشكل خاطئ عدم تطبيق الخطوات الفنية بشكل كامل أيضاً راح يجعلك تطبق المهارة أحياناً بشكل خاطئ فالتزم بالخطوات الفنية وأكيد اعمل مهارة في مكان آمن ومناسب لأداء المهارة مراجعة لدرسنا لهذا اليوم السؤال الأول هل يكون ثقل الجسم على القدم المؤدية للمهارة؟ القدم اللي راح تأدي المهارة احنا قلنا ايش؟ إجابة خاطئة يكون ثقل الجسم على قدم الارتكاز وهي القدم التي لا تؤدي المهارة السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة بوجه القدم الخارجي أم بأسفل القدم يا أبطال؟ أكيد أصبح عندكم تصور والفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة أحسنتم بأسفل القدم في الختام يا أبطال التزم بالخطوات الفنية حتى تتقن أداء المهارة ودمتم بصحة ونشاط